يعني ليش نرمي بأثقالنا وفشلنا ومشاكلنا نرمي على الأمريكان أمريكان طوهم حكومة ملبلبة وملوزة وروحوا ديروا أنفسكم بأنفسكم هم رحوا ارتموا بحضان إيران أنا أقصد اللي مرتمين مو الكل يعني إحنا من جان الفاشل عادل عبد المهدي أو حبته الأضعف شوي أو الأقل منه لسيد العبادي قبلها من كانت الفصائل تتناسل أشو ما حد حد شو ما حد قال العبادي سهل أمرهم وإعطاهم المجال وفتح لهم البرامز والسلاح والذخيرة الحية شو ما حد قال الأمريكان طوهم لو العبادي مثلا سمح لهم المجال عبد المهدي طاهم لو الأمريكان طوهم يعني يش نعلق فشلنا على الآخرين لمن ما ندبرها للقيادة أو للإدارة يعني ليش موضوع التناسل وذا نضرب واحد من قادة إيران حتى بأرضنا نحن ش علينا يحملون هذا وزر بسوي النمانية وكأنه يريدون نعتذر ونخنع والله لأن الأمريكان جوهم من عبر المحيطات ضربوا لهم أحد قادتهم عندنا والله لازم نحن نتحملها ضيفكم ضيفكم أبالك إحنا مجهولوا الدعوة ضيفنا رائح جاية وداخل بكيفه وما بإرادة العراقين ولا موافقتهم بموافقة أشخاص متنفذة بالحكومة والله ضيفكم منشتل عدكم بس هو السيد عادل عبد المهدي يقول الضيف هو جايني وأنا داعي للرجل وداريد أشوفه يعني ما قاله هو إجا وما ندري بي أخي شنها الدعوات يا أستاذ أحمد هي دعوة دعوتين هي إلا انضرب يلا قام يحكي شيء عادل عبد المهدي ما يعلن عن الزيارات هسه ما يعلنون عن اللقاءات قآني ما يطلعوها بالتلفزيون اللقاءات قآني يش يجون خفية يش يجون خفية يا أخي من جا ترام بل خفية وراح على اتفقت جنوده بعين الأسد يش يجلوا راسنا الإيرانيين يش يثبرون المحوار جاء خفية وجاء خفية ما جاعد يجي عمكم قآني ما تقولوله دي الله هسعد بس هو عسكري أستاذ رعد هو مو دبلوماسي لو وزير خارجية يعني عسكري أكيب هذا كهم قد عام عسكري بلده وجازار هاي نفسه اللذي شيء يعني هذا بالعكس هذا خصوصيته جار وحقه جار عجار ليش يجي بل خفية ليش يجينا ليش مخطر راسه وش عنده يعني لازم شيء يعني مخفي شيء يتعلم والله تباحث تم البحث في القضايا الثنائية ما عندهم غير هالثنائية يحشون الثنائية وحود الشعب نبهه الشعب واعي ونبه ويتفهم كل شيء لماذا الزيارات هاي بل خفية هاي من الصير خفية هو الشعب يتوجس يعني هو يتمنى اللو بعشر طيارات تيجي بمزaran بعد مجمع خفية ترجمة نانسي قنقر